وفي هذا الإطار حضر النائب برعاد المكسوس من ثورة شعبية قادمة بسبب ترد وقع الكهرباء داعي الرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى تحرك عاجل لحيال عقد شركة سمنز وأشار المكسوس إلى أن الاحتجاجات التي غيرت الحكومة كان أهم طالبها تحسين الخدمات وخاصة الكهرباء مشيرا لأن معالجة أزمة الكهرباء تحولت إلى معجزة محذرا من أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي وستكون هناك ثورة شعبية في حال لم تكن هناك جراءات جدية على أرض الواقع داعي الكاظمي للتحرك بقوة لتفعيل عقد الشركة الألمانية سمنز والإسراع بحسمه لإنهاء الأزمة